موسيقى تقريبا انا ذكر واحد تلسة دي العائلات اللي هما اللوحم الحمراء والدجاج السامك والبيض هادو كوشي مواد غدائية اللي قد تحتوي على البروتينات ابدان هادو في الصحور يمكننا ناخده سامك يمكننا ناخده لحم السامك انا قد تحتوي على البروتينات السامك نخلي بها الصحور نوع الفطر عرفوا نوع الفطر نعم لقد ركزوا فينا على اللحوم ويمكن ستعملوا يعني البيض نعم كذلك نوع دي السكريات دي ما حين نقولوا ماشي ما غاداش ناكل السكريات في رمضان لا غاد ناخده السكريات ولكن في الصحور كنفضل السكريات اللي عندها متصاص بطيء كتاخد وقت كتير باش تمتص لاش لانا باش نستفدوا منا طوال اليوم اليوم دي السيام طوال اليوم دي السيام مثلا منها اذا اخذينا كمثل شنو يمكننا ناخده في الصحور مثلا سكريات النشاوية نشاوية قطعة خوبز يعني مشتقة دي الحاليب حلف روماج هادو كوشي كحتوي كنا ناخده تمار لانا الاغلبية كتتاخد تماري في هاد النقطة كنت نضعليها في النقطة الثالثة ليوقت ساعدة كتزبقني حدثنا الوقت كيزبقنا احتوا اه 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 انا في الصحور كننصحوا واحدة حالية مهمة بزاف انا ناخده بعض المواد اللي كتحتوي على البوتاسيوم اه لماذا ؟ لانا بل lame to shuto 簽 احد يستفاصل الوقت نعم البوتاسيوم كيزاعد على عدم شعور بالعطش اه 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 دنع الاغلبية الاساسية كنت نصح بها هو الطمر اه 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 اكل الطمر demonstrated rua هو مفيد جدا اضافة الى الطمر كين اغلبية اخرى يمكن ان ذكر الاسفئة الموز البانان البانان اه غاني بالبوتاسيوم فاكهة المشمش تهيخاني بالبوتاسيوم كيف مواد أخرى هالعادة ياخد المواد اللي فيها البوتاسيوم نعم ده وفرنا مثلا بين البانان تمار